احتلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأيام القليلة الماضية الصدارة في عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا لتمضي في طريق تصنيفها بؤرة جديدة للوباء الذي اشتاح العالم فقد تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم المليون شخص فيما سجلت الولايات المتحدة الأمريكية رقما قياسيا جديدا في عدد الوفيات بلغ 1169 خلال 24 ساعة بحسب تعداد جامعة جون هوبكنز ما يعكس ارتفاعا هائلا بمقدار الثلث تقريبا بالمقارنة مع الحصيلة اليومية السابقة الصادرة عن الجامعة نفسها التي بلغت 884 وفا وهو أمر لم يسجل أبدا في دولة أخرى في المجموع توفي أكثر من ستة آلاف شخص منذ بداية الوباء في الولايات المتحدة حيث يقدر البيت الأبيض أن يتسبب الوباء بوفاة ما بين 100 ألف و 240 ألف شخص ووفقا لأحدث البيانات الأمريكية فإن عدد الإصابات في الولايات المتحدة وصل 245 ألفا وتتصدر نيويورك وجارتها نيوجيرسي قائمة الولايات الأكثر تضررا بالفيروس في عموم الولايات المتحدة حيث ارتفع عدد الإصابات في نيويورك خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية إلى 92 ألفا و 743 وفي نيوجيرسي إلى 25 ألفا و 590 شخصا تليها كاليفورنيا بـ 11 ألفا و 126 إصابة ومن حيث عدد الوفيات تتصدر نيويورك أيضا باقي الولايات بـ 2468 حالة الوفاء تليها نيوجيرسي بـ 537 حالة ثم ميشيغان بـ 417 حالة وتعتبر التدايات الاقتصادية والاجتماعية للوباء كارثية أيضا فقد أدى تفشي فيروس كورونا إلى تسريح عشرة ملايين أمريكي من العمل في غضون إسبوعين فقط في أسرع انهيار مذهل شهدته سوق العمل الأمريكية على الإطلاق كما سجلت الطلبات الأسبوعية للحصول على مخصصات البطالة في الولايات المتحدة مستوى قياسيا مع نحو سبع ملايين طلب جديد أي ضعفي عدد الإسبوع الماضي الذي كان يعد رقما قياسيا كذلك تزايدت بشكل كبير طلبات الحصول على دعم من المختصين في شؤون الصحة العقلية